حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من التدهور الكبير في الأوضاع بالضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وأضاف تورك أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 528 فلسطينيا بينهم 133 طفلا منذ أكتوبر الماضي وحتى 15 من يونيو الجاري لفتا إلى أن بعض الحالات تثير مخاوف جدية من عمليات قتل غير قانونية